بعد ساعات على الهجوم الذي استهدف قاعدة للقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا يسجل هجوم آخر استهدفت من خلاله طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي غرب البلاد الهجوم يأتي بعد يومين على الانفجار الذي وقع في معسكر كالسو في بابل والذي نفت الولايات المتحدة تورطها فيه فيما كشفت صحف إسرائيلية مسؤولية التل أبيب عن القصف التوقيت الذي تعود فيه تلك الهجمات عقب زيارة رئيس الوزراء لواشنطن أخذت بعين الحظر في المنظور السياسي والأمني العراقي إذ تتحدث أراء عن تسبب تلك الهجمات من إحراج الحكومة العراقية وتحديدا جهود رئيس الوزراء التي نجح في فترة وجيزة من إخماد نيران التصعيد بين الجانبين الأمريكي والفصائلي غرف التحليل بعضها أكد أنها عملية تبرر رفض جهات مسلحة لاستمر لتواجد قوات التحالف الدولي في البلاد على الرغم من أنها وضعت ضمن تنسيق جديد عملت بغداد مع واشنطن على توسيعه بالتعاون مع دول التحالف لعلاقات اقتصادية وثقافية وليست أمنية فحسب وإلى بعد من ذلك التقدير فإن لتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة بعد يتردد الصداة في العراق سيما بعد مرور المسيرات الإيرانية فوق العراق والتي تجهت نحو إسرائيل كما أن الغرب يدعو لضرورة إيقاف أي توتر تتسبب فيه لغوة الهجمات على قواعد أمريكية من تصعيد في المنطقة يؤجد ويوسع ساحة الصراع في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر